هل ملف فتوح مازال مفتوحا في النادي الاهلي ولا اغلق من جانب النادي الاهلي طيب فتوح نروح ليه هو فتوح بلعب بكلفت فمن ضمن احتاجات النادي الاهلي بكلفت طيب هل فتوح موجود موجود من ضمن من ضمن خيارات النادي الاهلي نعم فتوح موجود من ضمن خيارات النادي الاهلي حتى الله ولكن فتوح وده يمكن اول مرة تتقال من البداية لم يكن هو المرشح الأول للانضمام للنادي الأهلي في مركز الظهير إليسر الناس كلهم يتكلمون على الفتوح على الفتوح المرشح الأول وبالمناسبة الثلاثة أسماء اللي أنا هقولهم كله أرقال عليهم أوكي ثلاثة المرشح الأول على رادار النادي الأهلي بالاتفاق ما بين كلور ومجل دارة النادي الأهلي هو محمد حمدي لاعب نادي بيرمت مش فتوح ومش محمد حمدي لاعب نادي أمبي الثلاثة موجودين على رادار النادي الأهلي لكن من البداية محمد حمدي هو رقم واحد رقم واحد لرغبة محمد حمدي الشديدة لانه ناشئ النادي الاهلي من البداية وصبق ليه التوقيع للنادي الاهلي مرة واثنين وكادة المشكلة ده امام تبع عند الاهلي مش عند محمد حمدي فالنقطة التانية انه ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ينتهي تعاقد محمد حمدي مع نادي بيرامدز نهاية الموسم الحالي رقم ثلاثة محمد حمدي بيمر بفترة من افضل فتراته اللي مخلية روي فيتوريا بيعتمد عليه هو الظهير الأيصر الأساسي منتخب مصر في سبع مباريات من العشر مباريات اللي خادهم روي فيتوريا مع منتخب مصر حتى هذه اللحظة كولر لما جيه يتكلم على لعيب هو معجب جدا بفتوح بالمناسبة ده لا يقلل أبدا من فتوح لكن لما جيه يتكلم على حمدي هو وجهة نظره شايف أن حمدي أكثر تكاملة ما بين أدوار دفعية وأدوار هجومية رغم رغم أنه هو معجب جدا بفتوحه شايف أن فتوح كواليتي مختلفة ويقدر عوال علم علون خاصة بروفايل علم علون اللي هو الرجل اللي عنده أدوار هجومية بشكل أكبر